السلام عليكم و اشترككم ان شاء الله سوف نكونوا بأس لذا اليوم سوف نقولكم نوعية سؤال التي تطع في الباك لكي تقدرون إجابة كاملة لكي تطعون رائع نوعية سؤال و كيف تتعرف لكي تتعرف لكي تتعرف لكي تتعرف لكي تتعرف من الضروري و المهم و جميع المهمة لكي تتعرف لكي تتعرف لم تمهارك كي تتعرف كم تتعرف ذات الملمية من فضلك تتعرف بالنسبة لك و الملمية الملمية وهذا تم اختاره الباب كم تختاره هل سيكون اختاره شوهررررررررررررررررررررال هذا هو كسي م كسي م في الباك يأتي لك مثل دي شواء بي سي دي و انت تخيل الإجابة الصحيحة و انت تخيل الإجابة الصحيحة تقوش إياه وحدة فيهم إذا ما قالوا لك غلاب لدو بون غيبونس يعني الإجابتين الصحيحاتين بينها تجبد لدو بون غيبونس إذا ما قالوا ما تريسيزو لك في الباك هل تجبدو واحدة او زوج لا تجبدو واحدة لأنه كسي م كسي م تخيير ما بين A B C D يقدر يقول لك 1 2 3 و انت تقوشي 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 وتخييرها تكتبها في الباك و دي فو يكتبوا لك دي تيري و يقول لك انت يخيير الإجابة الصحيحة هادك السؤال من نوع Q C M هادي وحدة هادي وحدة زوج يقول لك التمرين اللي يعطي لك و لنوع السؤال اللي يعطي لك في الباك هو إملاء الفارغ ما معانتها محسوب يعطي لك فقرة يعطي لك فقرة و يقول لك املاء الفارغ املاء الفارغ املاء الفارغ سوف تملاء الفارغ بالكلمات اللي مدهوم لك في التكس هذا تمرين من نوع املاء الفارغ تدخل على Q C 1 تدخل على إملاء الفارغ تدخل على إملاء الفارغ و الثاني يمكن أن يقول لك فري أو فو يعني صحيح أو خطأ يمكن أن يقول لك تدخل على إملاء الفارغ يعني صحيح أو خطأ تدخل على إملاء الفارغ كيف يمكن أن يقول لك صحيح الخطأ كما يقول لك داكو 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 النوع الرابع تعتمرين ولا تعتبر السؤال يطح لك في الباك يقول لك كلاسي كلاسي دان لتابلو داكو ولا يقول لك أربط إذن مو بخوه مو بخوه يعطي لك تابلو داكو يعطي لك تابلو ويقول يعطي لك هنا عنوان ولا هنا عنوان ويعطي لك عبارات عبارات ومتا تبلاسيهم في التابلو A B C A B C E C داكو يعطي لك هنا ومتا تبلاسيهم هذا هو النوع الرابع للأسئلة تأخذ لك في الباك جزيزية وكما تبدا فعلا لك فحسب لا تبدا لك وإذا لا تبدا لك كلاسي على تابلو يعطي لك إحداث تاريخية يعطي لك بداية او العبارات أعطي لك عبارة وعبارة وعبارة خلطين وعبارة 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 رجاء العنوائي و ثم بقول الأصاك يقول لأaryان ماذا يفعل من هذه العبارات بوك È أن ت申ي التواصل و ما理ي Davies يجب أن تقوم بعملها تقوم بعملها تقوم بعملها النوع الخامس السؤال سهلا يقول لك تتخل ماذا يعني يعني يعطي عنوان مناسب للنص هناك جماعة سؤال سؤال عنوان في كلمة ان تقول عنوان لا تقول عنوان لا تقول عنوان لا تقول عنوان تقوم بعمل عنوان في كلمة 3 كلمات مثل في الستوري ما تقول للمجدو الخدود لشهداء الأبرار مثل غلواغ غلواغ على الجيري فلنصن غلواغ 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 هذا عنوان لا تقول عنوان غلواغ 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 كلمة جيري ثلاثة نوعي الرابع السؤال ترى كلمة زوج و ترى كلمة شفر يعني عدد زوج الى ثلث سطر هنا يجب زوج ثلث سطر ترى كلمة دو أتخوالين في نوع الثالث نوع الثالث التي ستظهر عليها في البط ترى كلمة دو أتخوالين ترى كلمة دو أتخوالين يجب زوج ما تقول ترى كلمة دو أتخوالين ترى كلمة دو أتخوالين بل أتخوالك ترى كلمة دو أتخوالك التجسد لتسجير في الناس في شخص المسجد إنه يمتلك ابدأ الرأي الشخصي فيما يخص الموضوع يمكن أن ترى الأ Angel الطبيعي سأرى إلى أعطاء أتواج حيالي هذا الكعب ينفع عن تجسد نفسك تبدأها بالطبع لكي نبسطها قلوا اعتقد ان نطلق نعود أن نذكركم بأنواع هذه الأسئلة التي ستظهر عليها في الباق كاين ديزيلا يقولون لي ماذا يطلحون هناك أحده هل يمكن أن يطلح لك كسين ويطلح لك كذغيوفو يطلح لك إمناء الفراغ في الفقرة هل يمكن أن يطلح لك هاته هل يمكن أن يطلح لك ثلاثة منهم لكن يطلح لك هل يمكن أن يطلح لك بأسئلة أخرى تحتاج لكم بأسئلة أخرى قاموا بأسئلة أخرى مفتوحة وين أعطو لكم سؤال ويتجاوب بالتكس تفهمنا سيكون لم أعدو شيء على سؤال مفتوحة وان كسين أخرى لأنه يتعود الأنواع لأسئلة التي ساتح لكم في الباق ما يعمل لكم كسين كتغير في ذلك تقرأ لكي أو الأوام الوقت يقول لكم عملا الفارح في الفقرة في هذه التكلمة وينها كلمة وحدة يجب أن يتعديكم أعطيك كلمة و أعطيك كلمة لا يوجد فرصة فرصة التطبيقية ليس نوع فرصة ليس نوع جملة العمور 6 يجب إن تكتبين تتكتبين لن تبدو رأيتكم فهو سأذهب لكم لن تجب عليكم كل سؤال و النوع اشتركوا في القناة